كشف مجموعة من خبراء البنك الدولي تأثير أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر وتداعياتها عليه وبحسب الخبراء فقد تسببت الهجمات على السفن التجارية بتراجع كبير في النشاط التجاري البحري وانخفاض حجم حركة المرور عبر قناة السويس الاستراتيجية ومضيق باب المندب وارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين ما أسهم في التضخم وأثر سلبا على اقتصادات الشحن الإقليمية والدولية وأشار الخبر إلى أن لهذه الأزمة تداعيات بعيدة المدى ليس على صناعة الشحن البحري فحسب ولكن على البيئة والاقتصاد العالمي أيضا من جهتها قالت وكالة رويترز إن الشحن البحري يعاني من تحويل مسار السفن عن البحر الأحمر ونقلت الوكالة عن محللين تأكيدهم وجود خليط من الضبابية والارتباك في سلاسل إمداد الشحن البحري عالميا نتيجة اضطرابات قطاع شحن الحاويات بعد تحويل الشركات مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي هجمات جماعة الحوثي